شو اسمها هي القعدة ماما؟ شايفين القعدة الملكية هي كل الدلال لانو عطيناها حليب يا عمري ليش ماما تشربي حبيليب لازم تاكلي يا عمري ميرا ما بدا تاكل اوكي حلو لي هاي المشكلة بليز والله تعبت انا نفسيا وعقليا وجسديا وكل شي ميرا ما بدا تاكل بس بدا تشرب حليب ماما خالص انت مو بيبي انت كبيرة ولا كأني ولا كأني بحكي معا ولا كأني بتسمع كلام ولا كأني بحط قدامه شتى المغريات هلا اوكي صبح صحية من النوم اكلت سيريول وحليب هاي الحبوب الشوت مثل كورنفلكس اوكي يعني شي انه اوكي يعني مع انه فيه سكر وانا ما بفضل انتاكل اشياء فيها سكر بس اوكي يعني عادي انه حبوب ومدرق ايش وش اسمه حليب اوكي خاص عديناها بس بعدين صار بده حليب ما بعرف ليش خطر له مع ان هي شاربة مبارح وكل شي اغضح حصتها من الحليب بس اليوم خطر بباله الا بده تشرب حليب هلا بعد شوي اذا عملت غدا او شي مستحيل ميرا تاكل مستحيل ما بعشو الحل والله انا اتعبت نفسيا في حدا فيه امهات مثلي والله عن جد لانه يعني انا بستعدة اعمل كل شي لحتى ميرا تاكل لانه هاي الشغلة ما يعني ما بتستدو قدي بتاثر بنفسي يعني فيه ايام تخيل وصلت لمرحلة انه انا كتبكي لانه ميرا ما بتاكل تخيلوا لهاي الدرجة وصلت وحتى اجت اجت فترة كان عمره وقته سنة ونص او هيك شي قال لي الدكتور انه دكتور التغذية لاني لحت عدد دكتور تغذية كمان قال لي ميرا ممكن تاكل اذا قطعت عنها الحليب وما يعني دايما بس قدمي لها اكل حتى تحس انه ما في حال ثاني غير انه هي لازم تاكل حتى اذا جاعت يوم كامل مؤاكلة عادي عادي انه بخير تحملي اضغطي ع حالك وكل شي فانا رحت عالبيت نفرتي اللي قال لي اغضبط ما عطيته حليب ابدا ميرا تخيلوا ميرا يومين مؤاكلة يومين تمانية اربعين ساعة ولا شيء ولا شيء غير شوية عصير بس انا بهاي الفترة كنت منهارة والله انه كانت اصعب فترة بعدي بيها مع ميرا يعني شوفوا لاي درجة وصلت انه خليتها ما تاكل لمدة يومين بس لحتى انه تاكل كمان ما نفع وكمان ما فاد والحد الان هي عم تاكل يعني بعض الاشياء خبز بعض الفواكه جبن بتاكل بتاكل وبتاكل بطاطا ومرات بتاكل اندومي اكيد ومرات يعني ازا ازا خطر عبالة بتاكل باستا بس ما في شي تاني بتاكله بس انا بدي اها يعني ولا ما بتاكل بروتين دجاج لحم كل هدول نووي ولا ولا رز ولا ولا اي شيء فما بعشو بدي اعمل معا بصراحة انا تعبت كتير من هي الشغلة وكتير مؤثر عن نفسيتي ورحت عدكتور تغذية بس ما عم ينفع الموضوع معي كمان ادونو طبعا ما بعرف ليش وشي منتفخ ومنفخ وعيني منفخين معانو انا صارلي تقريبا ساعتين ونص صاحية انو ساعت متأخر اليوم ساعة واحدة ونص لانو كنا سهراني للستة ببارح صارت شوي تدراما عنا فسهرنا للستة فكان لازم انام للوحدة ونص يعني اقلا شيء هلا ساعة اربعة يعني صارلي ساعتين ونص بس ما عرف ليش وشي منتفخ بس انا هيك بيطول وش لا حتى يرجع على طبيعته كتير شغلة هي بكرها طبعا احنا جبنا لها فاتح شهية وجربنا فاتح الشهية كزا يوم بس حسيت كانت عم تاكل يعني الشغلات نفسه بس انو عكميات اكبر اللي هي البسكويت الاندومي الاشياء الغير صحية طبعا والبطاطا البطاطا المقلية من البطاطا العادية فحسيت ولما كتبعطي اكل تاني لا كمان رافضة نفس الشي نفس الشي بالضبط انو عم تاكل نفس اكلاتها بالضبط بس انو عكميات انو كشوي بدي تاكل فانا شو استفدت هون ما استفدت شي بصراحة ما عملت يعني ما عملت شي مميز انو خاص هي نفسه نفسه بس انو صارت صار بدي تاكل اكتر هاي الاشياء الغير مفيدة فانا ما بدي هذا الشي انا بس بدي تاكل اشياء صحية متاكل اكتر او تسمن بس بدي انو يدخل عبطنا اشياء بروتين خضار هاي الاشياء لاني ابدا يعني ميرا بحياته ما اكل خضار تخيلوا ولا بحياته اكل جاج او لحم او سمك او نم نم ليش ما بتاكلي نم نم جوابي طيب ها وي دونت ايت ما عندك جواب ما في شي تاني انو بتاكلوا ميرا شوي صحي مو صحي كمان عادي مثل هوا ولا شي اللي هي لما بعمل مرأ بتاكل بس المرأ الاحمر بس يعني من دول الاشياء اللي حاطتها مع المرأ فبس ها اه هي عدتلكم كل الاشياء اللي ميرا بتاكلها كل شي ما نسيتولا شعلا تخيل الليستة تبع كتير كتير صغيرة لستة تلاكل تبع ميرا إن شاء الله بسكور تتغير ما بعرف في أمهات انو كانوا بيعونوا بالضغر بعدين لما كبر البايبير صار شوي أحسن ولا بيضلوا هيك كان بحر عدو اسألками ما هذا؟ ماذا تقول لنا؟ ماذا تقول لك حبيبي؟ انت تخسلي مدومة تحطي ريب طيب هيك تفيض المكان بحط لك شي شارع قدامنا لا مزبوط شوف المطبخ كله تفيضان بالماء ميرا لا نور جعي الله ميرا نفس جواريب كمان طيب ما طلعت من هون؟ عرفت من جواريب هون؟ هون؟ كيف بيدخلوا طيب؟ سيدة يعني كيف؟ عن فكرة هي نغسالة تصير فشلة بدي اجيب واحدة تانية أفشل غسالة شفتها فعلا وعمرنا وصعب معنا الحمد لله انه في هاي شو اسمه؟ شو اسمه؟ مصرف مي ولا شو؟ اسمه بنك بنك مي اعدد انظر بيبي بليز يعني هلا انا مجبورة اعمل نظف كل هاي المجزرة لانو انا عملت يعني؟ هاي لازم على الفكرة كل خمسة عشر طب ليش ما بتنظق يعني هي انا ما بعرف استخدام اعمل هاي ان شاء الله انت ليش ما بتنظف الغسالة على الاقل يعني شوف انا ما بعرف افتاح وامل يعني هي شغلة شو اسمه؟ الرجال لازم بعمل هي تصليح هي تعتبر تصليح فهي لازم انت تعمل بروح من هنا احطيه ببالك ضع لك جرال ضع لك جرال نظف خلال اخبط يعني انت هلا اصلاح تنابتنا الغسالة؟ شو كنت رح اعمل ازا انت مو بحياتي ماذا تتعذبني بس تتعذب كثير كثيرا تتعذب كثير صدق حالا على فكرة ميرا لا تشرب حليب يعني اليوم بس ما بعرف شو خطر له سيامان لي يعطيها حليب يعني هي نادرة ما بنعطيها حليب بالنهار بس تشرب مرة واحدة بالليل وحتى يعني الحليب ما بحط فيه كثير بحط يمكن بس اثنين ملعقتين ومي اكتر شي حتى انه ما انه الحليب يغنيها عن الاكل فهو بس وسيلة مشان تنام فهي ما بتشرب لا تفكر ان هي بتشرب حليب ومشان هيك ما عم تاكل لا ما بتشرب حليب وهي بيكي ما بتتاكل كتير شغلات بدي بس بعض الاشياء لما تكون جوعانا بالنهار شو هاد ضبايتلي المكان كله تعرفوا شو هاد في ضو خربان عنا امت رح تجيب المصلح شوفوا كان فيه هلا هوني سبوتلايتس وهيك شغالين كل شي اوكي بس فيه جوه هون فيه متل الشريط ضو هيكي بيعطي انارة كتير حلوة وهنا هاد الي بشغله لما بصور سنابات لما بدي يكون انارة بالبيت حلوة بشغل الشريط وهاد الي عطل ليش عطل بدي عارف اشتركوا في القناة